في عنوين النشرة فاضي حطار تحت سقف اليوم الأول من التشريع الموضوع ليس فيه خصومة مع ميشيل جبريال المر حتى لو كان المرتكب من أهل عمار كنت سأقف هذا الموقف في المجلس النيابي لأن هناك جريمة مشرعون سقطوا في امتحان التاريخ الموقف في لبنان يصبح دائما ضريف لنقل التجربة الإيرانية السعودية إلى سوريا بعد لبنان أوباما ينهي عهده بضرورة إقامة علاقات بناء مع روسيا موسيقى مساء الخير بدأ التشريع بمطرقة من الحج علي عمار نزلت كالمعولي على رؤوس سارقي الإنترنت نائب البرج الذي لاعب الطائرات الإسرائيلية في حرب تموز ومشى بين ركام الضحية تحت خطر الأيام الثلاثة والثلاثين لم تكن تنقصه جرأة التسمية المرة ولا مواجهة حفنة تمشت على ركام الأموال المسروقة فأشار بفم مطهر إلى من سماهم المجرمين المعروفين وسأل هل ميشيل جابريال المر أقوى من الدولة؟ وعلى مسمع النواب والحكومة قال عمار إن قضية الإنترنت غير الشرعي فضيحة وجريمة موصفة إزميل علي عمار اللاسلكي كان مشتقا من حفريات لجنة الاتصالات نيابية برئاسة رفيق دربه حسن فضل الله الذي أمسك بمطرقة في اليد الأخرى ضربت فسادا كان سيمرر تحت صقف التشريع فكشف فضل الله فضيحة لا تقل شأنا أخذت موافقة لجنة المال والموازنة وتكمن في تشاطر الدولة على الدولة وفي مشروع رفعته الحكومة يطلب إعفاء المباني الحكومية من رسوم صيانة المجارير والأرصفة العائدة إلى البلديات وبحسب تعبير فضل الله فهذا مشروع يندرج تحت مسمى عجبا غربا إذ تستقوي الدولة على بضعة أموال سنوية وتحرم البلديات عائداتها فيما تتولى دفع عقد إيجار مبنى الأسكوا الذي يكلفها سنويا عشرة ملايين دولار إضافة إلى غيره من المباني التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات صوت حزب الله تلاقى وتأييد أصوات القوات والكتائب رفضا للفضيحة فرد المشروع على أعقابه تقارب الحزب والقوات تحت صقف تشريعيا واحد استكمل بتقريب المسافات بين وزير الأعلام ملحم الرياشي ورئيس لجنة الأعلام والاتصالات حسن فضل الله إذ عقد لقاء في مكتب فضل الله نيابي بحيث يتعذر حاليا عقده في مكاتب الضحية الجنوبية وطرقات الضحية كان لها نصيبها من الآهات النيابية حيث فجأ النواب بأنها محرومة صيانة شبكة الطرق ما استدعى صرخة ثانية من عمار قائلا دعوني أبكي فرد بري عشور جاي فيك تبكي حضور الفساد التشريعي في الجلسة النيابية لم يحجب ظل قانون الانتخاب فسأل النائب سامي جميل رئيس المجلس ماذا أن تفاعل على صعيد القانون قبل دعوة الهيئات الناخبة على أساس الستين معتبرا أن من واجبات المجلس إدراج ومناقشة القوانين الانتخابية والتصويت على قانون وتوجه رئيس حزب الكتائب إلى بر بالقول أعرف أنك مقهور لعدم إقرار قانون جديد وأن الأكثرية الكاسحة من اللبنانيين تريد التغيير ولا تريد محادل والهواجس من القانون حملها وفد الاشتراكي إلى الرئيس مشال عون اليوم في لقاء وصفه النائب غازي العريدي بالممتاز مطالبا بمناقشة القوانين على قاعدة المعايير الواحدة بحيث لا نتحدث عن مشروع وطني ونذهب إلى ممارسات مذهبية وطائفية وفئوية لكن طلائع القوانين الجديدة التي غابت عن مجلس لم تظهر في أي من المبادرات الحكومية بعد في وقت يتعزز قانون الستين وذلك من خلال تجديد الرئيس سعد الحريري على إجراء الانتخابات في موعدها وإذا التزمت الحكومة الموحيد فهذا يعني التزامها الستين فكيف سينسجم وعد الحريري مع طموح عون إلى تغيير الذهنية وبناء الوطن جلسة تشريعية في مجلس النواب وقانون الانتخاب والموازنة أبرز وغائبين وفي قضية الإنترنت غير الشرعي النائب علي عمار يقول المجرمون معروفون فهل ميشيل المر أقوى من الدولة؟ صاحب الفضل في الدعوة إلى العقد الاستثنائي للتشريع في مجلس النواب لم يحضر في ساحة النجم إلا على لسان بعض النواب هو قانون الانتخاب المنتظر الذي فضل المجلس النيابي انتظار الاتفاق عليه في اللجان النيابي المشتركة قبل إدراجه في جدول أعمال الهيئة العامة هذا أيضا ينطبق على قانون الموازنة العامة الغائبة منذ أحد عشر عاما وعليه جاءت الجلسة التشريعية الصباحية ملأ بالأرقام ومشاريع القوانين المالية فأقر المجلس قرابة واحد وعشرين بندا من أصل ثلاثة وسبعين مشروعا مدرجا في جدول الأعمال في مستهل الجلسة سأل النائب سامي الجميل الرئيس نبيه بره ماذا تنوي فعله على صعيد قانون الانتخاب قبل دعوة الهيئة الناخبة على أساس الستين معتبرا أن من واجبات المجلس إدراجه ومناقشة القوانين الانتخابية والتصويت على قانون وأكد الجميل أنه يريد قانون يوفر التمثيل الحقيقي متوجها إلى بر بالقول أعرف أنك مقهور لعدم إقرار قانون جديد وأن الأكثرية الكاسحة من اللبنانيين تريد التغيير ولا تريد المحادل النائب بطرس حارب طالب الحكومة بأعداد مشروع قانون انتخاب وأرسله إلى المجلس مشيرا إلى أن بإمكانها أن تستند إلى مشروع حكومة ميقاتي أو أن تقدم تصورا جديدا كذلك عرض النائب غسان مخيبر سلسلة من الإصلاحات في قانون الانتخاب أبرزها خفض سن الاقتراع والكوتى النسائية وفي الشأن المالي دعا الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامي إلى التنبه مما قد يولده الشغور وإلى عدم بقاء اللغط المسيء إلى الوضع اللبناني المالي وفي سياق آخر خطف النائب علي عمار الأضواء في مداخلته النارية خلال تطرقه إلى قضية الانترنت غير الشرعي سائلا هل ميشيل المر أقوى من الدولة؟ هو الموضوع مش موضوع بيت المر حتى لو كان من بيت عمار الموضوع ليس فيه خصومة مع ميشيل جبريال المر حتى لو كان المرتكب من آل عمار كنت سأقف هذا الموقف في المجلس النيابي لأن هناك جريمة موصوفة بكل المعايير وكل أركانها متوفرة جلاء صورة الجريمة والمرتكب والأدلة الجنائية المناطبة والأموال التي هدرت ونهبت على حساب الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني وحتى الآن لم يحرك القضاء ساكنا حيال المعنين بطبيعة الحال فيه أسماء ثلاثة انطرحوا في لجنة الإعلام والاتصالات وبكل الوسائل المقرؤة لست أول ما انطرح هذه الأسماء يعني فيه اسم المرتبط بجرم الزعرور بشقيه بالشق اللي له علاقة بسرقة التخابر الدوري وبالإنترنت اللاشرعي والشق التاني الشق الجرمي بيتعرض عناصر مسلحة للمراقبين هناك وفيه كمان أيضا أحد الأشخاص من آل لحود كمان ورد أسمائه وفيه تيان كيان ما بعرفش اسمه بآخر اسمه يان كمان بهذا الموضوع كل اللي عم نطالبه نحن الآن هو في ظل هذه الحكومة اللي بيجب أن نعطيها الفرصة ومن خلال وزير العدل الذي نثق بأهليته بالتالي أن يعطي هذا الملف حقه وبالتالي يحيل المرتكبين إلى القضاء ليناهل وجزائهم مداخلات النواب في غالبيتها ومع اقتراب الانتخابات خاطبت ود الناس عبر التركيز على الملفات الإنسانية والصحية قبل أن يرفع رئيس المجلس الجلسة إلى المساء ليستكمل النقاش بباقي جدول الأعمال لسيما قانون الإجارات رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مجلس النواب إلى ساعة الحديثة عشرة من صباح يوم غد وكان مجلس النواب في الجلسة المسائية للمجلس قدم اقتراح قانون يتعلق بنقل قرية البداوي ووادي نحلي إلى قضاء طرابلوس وكذلك اقتراح قانون يتعلق بأعفاء المساهمات التي تقدمها البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الممولة والمنفذة من الصلاديق المانحة من الضاربة على القيمة المضافة لمدة سنتين كما صدق على اقتراح القانون يرمي إلى تنظيم ترخيص مراكز التجميل الطبية اليوم المجلس النيابي عبر هيئته العامة برأي أنجز كبير له علاقة بالواقع التربوي في لبنان لما عدل بعض أحكام القانون 441 لإلو علاقة بما يسمى أساتذة فائد 2008 بالإضافة إلى فائد الـ 2016 أو 2015 وبالتالي هذا بيمثل خطوة إلى الأمام في معالجة مشاكل التعليم الرسمي في لبنان وضع قواعد لاستيعاب الناجحين وفق تسلسل العلامات مع فتح الأقضية بمدى زمن عمره أربع سنوات مشرعوا المجلس نيابي يسقطون في امتحان التاريخ إلى الجلسة التشريعية وصلوا نواباً ووزراء فخرقوا سكينتا طيور تبيت في هذه الساحة كل يوم كيف لا وهم تجرأوا أصلاً على اختراق حياة بني جنسهم قبل يومين في الكوستابرافا بعضهم يدخلوا محملاً بالملفات فيما يدخل آخرون فارغي الأيدي بعضهم أيضاً يدخلوا مسرعاً للتشريع فيما يدخل آخرون ببطء وحذر كأنهم لا يعرفون ماذا ينتظرهم هذا سؤال ملغوم يعني أنه بنناقش وبندرس الاكتراحات والمشاريع المشاريع الجاية من الحكومية الاكتراحات الجاية من النواب يعني السؤال مفروض ينسأل لأني لأنه أنا أول جلسة تشريعية بالمبدأ جلسة تشريعية في قوانين ويوم مفروض يقروا هالقوانين يعني أو يقبلوا فيهم وبيصيروا نفزين وبننفزهم أو بيرجعوا بنعيدوا للدراسة إذا بي أي شيء فيهم بنشرح وبنشرح وجول الوئام الوطني منعكس على الجلسة والأمور ماشي أولا بتذكر بيدور مجلس نواب الدور الأساسي للمجلس نواب هو أنه يعمل عمالية التشريع يصدر الأوانية باسم الشعب البناني مشان يطبعا يعالج مشاكل الناس ويقدر بحلول عم نشرح أوانين ومشاريع أوانين شو عم نعمل عرفوا ما الجلسة التشريعية وجهلوا أنهم فشلوا فشلا ذريعا من هو أول مشرع بالتاريخ ما بعرف شو بدك يعني هلأ تعملي ليش حساسي من هو أول مشرع بالتاريخ إن شاء الله صعبي علي أنا بالصدف جيت عن نيابي عاددين عاددين ترجع بالتاريخ عادديني جزير حتى بهذا بقصة التشريع فيه آراء مختلفة يعني تاريخ ما فيه جوبك ما بعرف المشرع بالتاريخ كان حمرابي يسند إلى حمرابي صياغة أول أنون أكيد منوافع على طريقة رئيس بر صدق مشرعوا مجلسنا النيابي سقطوا في امتحان التاريخ ولا عتب علينا إذا قاررنا جهلهم مستندين على حمرابي الذي قال العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم لايل سعد قناة الجديد تعددت الحلول الموقتة لأزبة النفايات في لبنان حتى تحولت الحلول إلى مشكلات هذا الجبل كان من المفترض يكون الحل الموقت الذي اعتمدته السلطة اللبنانية عام 75 لأزمة النفايات التي استجدت عام ذاك أكثر من 40 عاماً مر ويا جبل ميز العمل فيه نحو 25 عاماً قبل أن يقفل موقتاً أيضاً بهدف تأهيله أما مطمر النعم الشهير الذي كان بالأساس موقت فحدث ولا حرج وإذا ما استثنين المكتسبات السياسية والمالية منه فقد استقبل نفايات لبنان طوال أكثر من 17 عاماً وبعدما طفح كيله أعاد نفايات لبنان إلى شوارعه قبل سنتين وعلى شايبة هؤلاء ومجورتهم جبل النفايات علماهم عدم الثقة بحلول الدولة الموقتة ما بقى أن نصدق شي لأن الدستر بيعملوا حلول وما في حل عم يزبط معهم هاي الحلول المؤكدة ما حدا بيقبل فيها لا لا ولا غيره بدهم يعملوا حلول طويلة المادة مش حل زبالي كل يوم عم تزيد شو بيعملوا حل على جمعة وجمعتين وشهر وشهر إذن أعادنا غضب النعم إلى نقطة الصفر فكان الكوستابرافا وما نتج عنه من مأساة وحلول موقتة ترقيعا لفشل المسؤولين مرة في قتل النورس وأخرى في أنبوب موقت يفرغ مجاليل الغدير في عرض البحر وفي الجهات الأخرى مطمر المستحدث في برج حمود وباركينج لنفايات عند مدخل النعمة كلها حلول موقتة والله أعلم إلى متى تدوم جوال الحج موسى قناة الجديد في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي وقع الطيار الوطني وحزب القوات تفاهم معراب ماذا تغير في عام بعدما يقارب ربع قرن من خلاف مستحكم عمد بالدم حلت روح التفاهم بين معراب والرابي لتحمل معها مواقع سياسية متقدمة لكلا الطرفين فتعبيد طريق بعبد أمام الجنرال أنتج مواقع وزارية إضافية للقوات فهل تجاوزت نتائج التفاهم توقعات طرفيها؟ والله التفاعل حلو نحن كنا متفاعلين عطول بالحياة ماشي يعني ما فيني أقول متوقعين هالأد ولا لا بالأساس ما كنا متوقعين من المصالح هاشي حصصية ما كنا حطين أنه والله بدنا نعمل كم وزير وكم نيب وكم رئيس جمهورية أو مين رئيس جمهورية لا بس بتعرف الظروف هي اللي إذا بتسمح لك أنك تقدم طبعا النتيجة كانت سوبر إيجابية مش على المسيحيين فقط إنما على كل اللبنانيين كان عندنا إيمان إنه إيه في حال وصلنا لنتيجة أكيد رح تفتح بواب كبير إنما أنك تقدر تتوقع كل نتيجة اللي هلأ عم تصيروا بالسرعة اللي عم تصير فيها أكيد ناسنا ساعدونا ومجتمعنا ساعدنا الظروف سياسية كمان اللي اليوم تغيرت بالمنطقة وباللبنان أكيد ساعدت يعني ما بدأي إنه بس بهذا التفاهم بقدرنا نحقق كلها فور إعلان النائب أنتوان زهر عدم ترشحه للنيابة في البترون رد ذلك إلى أنه هدية من القوات للتيار في الذكرى الأولى للتفاهم ليبقى أن النتائج الأهم للتفاهم قد تنعكس نيابياً في الانتخابات المقبلة نحن نشكل رافعة للمناصفة والشراكة الفعلية ولكن مش بدنا نورها مثل ما شفت يعني مش بدنا نورها تكون محصورة بالتيار بالقوات ومش لازم تكون هاي المفروض أن نسعى لمناصفة حقيقية فعلية لشراكة فعلية ده من رؤية وطنية مشتركة نحن مش شرك دين لنحصد عدد نواب كبير جداً إن كان نحن أو التيار الوطني الحر نحن عم نسعى لأي يجي قانون انتخاب صحيح تمثيل إذن هو سعي لترسيخ التفاهم بمناصفة تعمد بالسياسة فهل تشهد الانتخابات المقبلة تسونامي قواتي عوني حسان الرفاعي قناة الجديد صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير لمناسبة مرور عاماً على تفاهم معراب أكد رئيس حزب القوات سمير جاجع أن انتخاب عون رئيساً وتأليف الحكومة برئاسة الحريري أثبتا أن خيار القوات كان في محله ومن الفراغ المؤسستي إلى الفاعلية المؤسستية ومن الاستقرار الهش إلى الاستقرار المحصن ومن التعطيل إلى التفعيل ومن الجمود العقيم إلى الحيوية المنتجة نحتفل اليوم بحدث تاريخي أزال العوائق من أمام طريق القصر الجمهوري استهل اللقاء الديمقراطي جولته متمحورة حول قانون انتخاب من بعبدة حيث اجتمع الوفد المكلف من النائب وليل جملات إلى رئيس الجمهوري العماد مشال عون معلناً رغبته في مناقشة القانون على قاعدة المعايير الواحدة إذا كان المعيار معياراً وطنياً ينسجم مع الشعارات التي تطرح من قبل قوى سياسية كثيرة في البلد لعمل وطني وممارس وطني تطوير الصيغة الديمقراطية في البلد تحت عنوين مختلفة نحن أهل هذا المشروع ونريده ولكن ما يعلن لا يتوافق مع ما يمارس خذونا بحلمكم بهالتفكير بحسابات الطوائق فلا نحتكر شيئاً لأنفسه أرجئ البند المتعلق بتعديل النظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط إلى جلسة الأسبوع المقبل من مجلس الوزراء لمزيداً من الدراسة بين وزارتين المالية والطاقة إلا أن رئيس الحكومة سعد الحريري أكد في الجلسة على أولوية قانون الانتخابات فيما اعتبر وزير الداخلية أن الانتخابات في موعدها إلا إذا اتفق على قانون جديد ولن يكون على جد والأعمال ولا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة أي نواية أو أي رغبة في التمديد المجلس النيابي الحكومة في جلسة هذه لم تتطرق إلى موضوع النفايات أو أزمة مطمر الكوستابرافا الكوستابرافا ما إلى حل برأيي أنا معروف اعتراضي السابق والحاضر والمستقبل على اعتماد سياسة المطامر في لبنان لبنان لا يتحمل سياسة المطامر أحالت الحكومة إلى مجلس نواب مشروع قانون يرمي إلى إعفاء المباني المشغولة من الدولة من كافة الرسوم البلدية إضافة إلى الرسوم على القيمة التأجيرية وصيانة المجارير والأرصفة وجاء في المشروع أن عدم الإعفاء من المبالغ السنوية الطائلة يتعارض ووضعها المالي خصوصاً وأن إشغال الدولة لهذه المباني لا ينتج لها مدخيل بل هو في سبيل تأدية خدمة عامة أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي حنة غريب عن سلسلة تحركات ولقاءات لشرح وجهة نظره في المقاربة المرتبطة باستحقاق الانتخابات النيابية نحن عم نجول ونطرح مع كل القوى تظاهرة بـ 29 الشهر يوم الأحد 29 كانون الثاني ساعة 12 عن النهر وصولاً لساحة رياض الصلاة تسامناً وانعقاد الجلسة التشعية للمجلس النواب ناشد عناصر دفاع المدني المسرحون من الخدمة المعنيين إصدار مرسوم يقضي بإعطائهم الراتب التقاعدي استعداد لإطلاق دفتر شروط مزايدة السوق الحرة في المطار ووزير الأشغال سيلتزم ملاحظات إدارة المناقصات كلياً عقد السوق الحرة في مطار رفيكر حليل الدول هو عقد بأوتي وقد وقعته الدولة عام 96 مع شركة باك التي يملكها محمد زيدان وهذه العقود مدتها 15 عاماً إلا أنه جرت تمديد لهذه الشركة 6 سنوات في تشرين ثاني من هذا العام ينتهي التمديد وقد بدأ تداول إجراء مزايدة جديدة هي المناقصة لاستثمار كافيتريات ومحلات بيع بالمفرق داخل السوق الحرة بالمطار وبحسب الدفتر لازم تعرض على المناقصة قبل مهلة سنة من تاريخها تمشان إذا رست على شركة جديدة تمشان هذه الشركة الجديدة يكون مع وقتاً تمشان تسلم الأعمال السوق الحرة يفترض هي عقد بأوتي 15 سنة وترجع على الدولة هذا شي غير مطروح الأكيد سنعمل مزايدة عليها لشركات خاصة شي غير مطروح عودة للدولة إدارة المطار أرسلت دفتر الشروط إلى هيئة إدارة المناقصة التي وضعت عدداً من الملاحظات وأعادته إلى الإدارة للتعديل راح الدفتر على إدارة المناقصات على تفتيش المركز إدارة المناقصات ورجع الملاحظة تتمحور حول الشروط المطلوبة لناحية رأس مال الشركة التي ستشترك بالمناقصة لناحية العلاقة بين الشركات التي قد تشترك بالمناقصة لناحية إيمة الخبرة المطلوبة أعداد دفتر الشروط كان في عهد الوزير زعيدر أما الملاحظات فقد أرسلت في عهد الحكومة الجديدة وفينيانوس سيلتزم جميع ما يريد من إدارة المناقصات هذه الملاحظات سوف يؤخذ فيها وتنحط على الجدول على الدفتر الجديد وتعلن على المزايدة بتاريخها هتلتزموا بجميع ملاحظات إدارة المناقصات كمانية؟ بدون تفكير ما يقولون لي فيه أنه بحدود الأربع شركات جديين والإضافة للشركة المشاغلة حاليا اليوم اتصل فيني حدا من المطار كمان من أحد المدر ما يقول لي أنه شركة كمان فرنسية جديدة يتفكر كمان المشاركة من إله لمعالي الوزير ولأي شخص نحن مع هيدا النهج مع نهج دولة الأنون والمؤسسات هو أول ملف تلزيم يستلمه فينيانوس بعد تسلمه وزارة الأشغال وقد أكد التزامه المعايير القانونية في جميع الملفات والمناقصات التي ستحصل في وزارته لكي لا تكون التلزيمات على قياس شركات معينة هادي الأمين قناة الجديد بعد الأعلان أول عملية روسية تركية مشتركة أهلا بكم جديد أعلنت وزارة الدفاع الروسية على لسان رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية الفريق سيرجي روتسكوي أن قواتها الجوية أطلقت أول عملية مشتركة لها مع الطيران التركي ضد تنظيم داعش في مدينة الباب لافتا إلى أنه تم إشراك تسع طائرات روسية وثمان طائرات من القوات العسكرية التركية في عملية جوية تم تنسيقها مع الجانب السوري وشرح روتسكوي أن الطيران الروسي والتركي استهدف ستا وثلاثين منشأة تابعة للمسلحين مشددا على أن هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تنفذها القوات الجوية الروسية والتركية وأضاف روسكوي أن مسلحي تنظيم داعش يشنون حاليا هجوما واسعا ومستمرا على مواقع القوات السورية في دير الزور وشدد على أن سكان دير الزور سيواجهون إبادة جماعية حقيقية في حال سيطرة داعش على المدينة لفت الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته باراك أوباما إلى أن علاقة مع الصحفيين كانت مهنية وأقدر الجهود التي بذلوها معتبرا أن التعبير عن الديمقراطية في الولايات المتحدة يتم من خلال الصحافة وخلال المؤتمر الصحفي الأخير له دافع أوباما عن قرار تخفيف عقوبة مانينغ التي سربت معلومات لويكيليكس مؤكدا أنه يجب معاقبة كل من يرتكب جرائم إلكترونية ومعاقبة المتورطين في اختراق الانتخابات الرئاسية وشدد على ضرورة أن يكون هناك علاقات بناء مع روسيا وأكدا أنه من مصلحة أمريكا بناء علاقات جيدة مع روسيا مشيرا إلى أن التصعيد الروسي تجاه أمريكا انعكس سلبا على عدة أزمات عالمية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف يطلق موقفا مهما في مؤتمر دافوس وأول رئيس صيني يشارك منذ 46 عاما على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف التنسيق الإيراني السعودي الذي أفضى إلى حل أزمة الفراغ الرئاسي لا أرى سببا لوجود سياسة عدائية بين السعودية وإيران إنهما تستطيعان التعاون لخلق مستقبل هادئ لمنطقتنا ويمكننا العمل سويا لوضع حد لمأساة الشعب السوري واليمني والبحريني والمنطقة إيران والسعودية استطعتا وقف الفراغ الرئاسي في لبنان وحققنا نجاحا في ذلك ولم يكن أي طرف خاسرا في لبنان استطعنا الوصول إلى تسوية وجعلنا الشعب اللبناني يقرر مصيره الموقف الإيراني قابله حدث لا يقل أهمية تمثل في حضور الرئيس الصيني شين جين جانج الذي هيمن على افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إذ للمرة الأولى يحضر رئيس صيني المنتدى منذ تأسيسه عام واحد وسبعين وفي خلال مداخلته أمام نحو ثلاثة ألاف من قادة العالم الاقتصاديين والسياسيين أكد بينغ أن لا أحد سيخرج منتصر من حرب تجارية في تحذير واضح للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي وعد بفرض قيود جمركية تستهدف الصادرات الصينية وقال نجب أن نبقى متمسكين بتطوير التبادل الحر والاستثمارات خارج الحدود الوطنية وأن نقول لا للحماية وتكتسب مشاركة الصين في المؤتمر أهميتها لكي تؤكد أمام نخبة اقتصادية متخوفة من التغير السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا بأنها مستعدة لتسلم قيادة التبادل الحر في العالم وترى بكين في المناخ السياسي الحالي فرصة لتأكيد دورها المهيمن في آسيا والعالم لكن الخبراء يرون أن من المبكر الاعتقاد أنه سيكون بإمكان الصين أن تحل مكان الولايات المتحدة كمحرك للعالمة محام المصري يستند إلى قانون جاستا الأمريكي لمحاكمة الرئيس الأمريكي بارك أوباما بتهمة دعم الإرهاب العدالة ضد رعاة الإرهاب أو ما يعرف باسم قانون جاستا هو مشروع قانون أقره الكونغرس الأمريكي ويسمح برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية ضد أشخاص أو دول أو شهات تشارك مباشرة أو بصورة غير مباشرة في دعم منظمات تشكل خطرا وترتكب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وانطلاقا من هذا القانون وجد المحام المصري محمد حمودة إمكان الإفادة منه لرفع دعاوى مقابلة من جراء دعم الولايات المتحدة منظمات إرهابية تعمل لضرب الدول العربية وبالتالي يبتدي الأول برفع دعاوى عند الشعوب المسكينة المصرية والسورية والأراقية والليبين أبنية التي اتطحنت بسبب هذا وهأطالب تعويضات بمليارات الدولارات ضد الحكومة الأمريكية ووفقا لقانون الجسد اللي هم المعاملة بالمثل إحنا من حقنا أن نحكم عليهم ومن حقنا أن نحجز على ممتلكاتهم زي ما هم من حقهم يحجزوا على ممتلكاتنا وفقا لاتقاداتهم الشخصية وساعتها ما يقدروش يقولوا لأ ما تعملوش كده لأن هم اللي ابتدوا وهم أبقاء الفكرة الأولانية بقباء تشريع قانون الجسد أنا اللي واثق منه أن القضاء المصري اللي أنا هرفع قدامه قضيتي ضد الإخوان المسلمين وأوباما أنا واثق أنه هو قضاء مستقل متحرر لا بيهمه لا رئيس ولا رئيس وزراء ولا غفير بيعمل اللي هو عايز وديكوا شايفين لسه الحكب الصادر في التفاقية التيران والصنفير وأعتقادي أن هذا يبقى نبراض لكارثة القضاء في كل الدول العربية لأن يحزوا حزوة وفي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية اتهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب الإدارة الأمريكية في عد الرئيس باراك أوباما بدعم منظمة إرهابية لسيما داعش بعد الأعلان طريق الحرير تمر بالفورم دي بيروت أهلا بكم من جديد وننتقل إلى فن الخبر مع زميل شادي خليفة مسرحية إبحار في الزمن على طريق الحرير لفرقة كراكلا لعرضت بالعيد الستين لمهرج ناتب علبك الدولي الصيف الماضي تنطلق بسلسلة عرضات جديدة مثل جمعة المقبل بالفورم دي بيروت لشهرين أو ثلاثة قبل ما تجول على مسارح العالم إبداع مسرحية بإنتاج مبهر مستوحى من أحداث طريق الحرير اللي أغنت الحياة الإنسانية بعلاقات حضرية عميئة شكلت مصار تاريخي لعدة شعوب وعهود كبار يشاركون بهالعمل من هدى حداد اليشويري جزاف عزار رفع الطراباي وغيرهم إلى جانب فرق من الصين والهند وبلاد فرس وهوم بمدينة الشمس أمرت مع بدي بكفك عم شوف كتير مرسوم بخطوطه مشوير لقدر كتب لك تغامر كراكلا بيتحدى نفسه طريق الحرير قصة مش خيالية قصة بالقرن الثالث عشر مع ماركو بولو ونقل وكان فيه من العالم العربي رحالة معه من عمان ونحن حاولنا العمل الأسطوري نقدر نعمله بأجمل صورة له وهو حوار الحضارات من ناحية الاقتصادية والتجارية واللغات وسقفة الشعوب كلها من 500-600 سنة كانوا يسموها طريق الحرير يعني بحار بالزمن يعني هو طريق الحرير وطريق الحرير بلش من هون بلش من هون من بلد الحرف ووطن الحرف فبيقوم أنا دوري دور الوالي بيقوم بهالمسعة الوالي لتشجيع الشعب لاستكشف ولمغامرة نحو الأبعد بيروت رغم كل شي بتظل هي عاصمة العرب السقفي وبتستاهل هيك عمل هالعمل يعني بالحقيقة أنا شاغلي كتير مع كراكلا ودايما في إبداع عند كراكلا ولكن هالمرة هالمرة تخطى الدهشي الخيال وعلى الحلم الواحد بتخطى الحدود فجأة بلاقي حاله ما خلق فقط عمل مسرحي بس خلق نعمل وحش فعلا ما بعد فيها دي فهذا اللي عم نشوفه اليوم بالاشتراك من فوق 150 شخص تقريبا وفي فرق من الصين فرق من الهند فرق من فنيس فرق من إيران من طربين يعني ففتكى جمهورنا لحين سح لحيفوت عالم يعني من الخيال مش إيش هو عابل قويت روحنا بك حلمنا حلم المسير على طريق الحريق إذن بانتظار هذا العمل المسرحي اللي بيليء بمدينة بيروت السقفية والحضرية بظلوا بألف خير وإلى فقرة تراند مع زميلة سارة صالحة مساء الخير لكل الأشخاص يلي بتحب تغير صورة البروفايل كتير وبهم العالم تشوف صورتها الجديدة يلي معقولة تعبر عن قضية أو رأي معين أو يمكن مجرد صورة حلوة وبدك المتابعين يشوفوها ميزة جديدة من تويتر بتتيح إمكانية تتخبر كل المتابعينك عن الصورة الجديدة من خلال تغريدة تتضمن تلقائيا هاشتاج نيو بروفايل بيك ولكن هالميزة منا إجبارية وإنما خيار بيطرحوا عليك تويتر وإذا حبيت فيك تستفيد واتخبر عن صورتك الجديدة من خلاله ولكن للأشخاص يلي بتنزعج من تجاه الشخص يلي قاعد معه وهو ملتهي بتليفونه بدنا نخبرك أنه أنت مش لحالك عم بتعاني منها التصرف المزعج وإنما هي ظاهرة صارت منتشرة بشكل واسع خاصة مؤخرا حتى أنه تم إطلاق اسم لتوصيفه وهو الفابينغ والفابينغ مزيج من كلمتين فون واسنابينغ أي تجاهل هالكلمة ظهرت أول مرة سنة 2012 لتدل على تصرف غير اجتماعي بميرسوا الأشخاص يلي بيضلوا أونلاين ليتم اعتمادوا لاحقا من قبل قاموس أوكسفورد بالإضافة لـ 180 دولة أخرى وإذا كنتوا من يلي بيعانوا منها الظاهرة ما تيقسوا من أصحابكن لأنه في طريقة معتمدة لمحاربة هالعادة تحت اسم فون ستاكينغ وهي اتفاق بيصير قبل العشاء أو أي جلسة أنه التليفون ينحط على الطاولة وأي شخص بيلمسه قبل انتهاء العشاء هو يلي رح يدفع الفاتورة كاملة وأخيرا مع فيديو انتشر خلال ساعات بشكل كبير عن بي طفلة عمره أشهر عم يخبرها أنه ممنوعة صاحب ويصير عندها بويفرند فش كانت ردت الفعل للبنت منشوف الفيديو سوا تسافة بيش في في اي Tata هي اتفاع stickers اسم الله اسم الله اسم الله ا Steel كانت على طبيئ nerd coating اسم الله اسمه اسمه اسم اللح اسم اله اسم اله اسم اله وبهذا الفيديو أنا بدي أودعكم مشاهدينا لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام وسناب شات وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقول بنشرات لاحقة تصبحوا على خير كان في النشأ فضيحة تاني تحت صقف اليوم الأول من التشريع الموضوع ليس فيه خصومة مع ميشيل جبريال المر حتى لو كان المرتكب من آل عمار كنت سأقف هذا الموقف في المجلس النيابي لأن هناك جريمة مشرعون سقطوا في امتحان التاريخ الموقف في لبنان يصبح دائما نحن عم نكبر والجبل الزباني عم يكبر ضريف لنقل التجربة الإيرانية السعودية إلى سوريا بعد لبنان وأوباما ينهي عهده بضرورة إقابة علاقات بناء مع روسيا ختام النشرة شكرا للمتابعة وتصفحنا على خير اشتركوا في القناة